ربما لم تكن هذه المشاهد لتظهر في تقرير البي بي سي الإنجليزية لو لم يكن ما أخفته عمليات المونتاج أكثر سطوعا وتعبيرا وأكثر فضحا لمسلسل الكذب الغربي الذي لما ينتهي بعد وكأن قدر حلب أن تهشم الكذب الغربي وكأن قدرها أن تزلزل عروشة كما زلزلت أوهام ساسة الغرب من قبل أن يرحلوا إلى نفايات التاريخ في أحد المعابر التقينا هذا الرجل الذي يتم إخلاؤه بعدما أطلق النار عليه من قبل المسلحين أطلقوا النار علي وأنا خارج وهم يفعلون ذلك مع كل من يخرج قالوا ستذهبون إلى مناطق النظام؟ شهادة من النادر أن تطالع المرأة على قناة كالسي أن أن الأمريكية ومثلها شهادات أخرى تثبت أن الإرهاب الممول من حكومات الغرب والمدعوم على مدى سنوات من أعلام جوقة الضباع في الميديا الغربية يستخدم المدنيين في الأحياء الشرقية في حلب دروعا بشرية ليس إلا أردت الخروج قبل 15 يوما لكن المسلحين أوقفوني وقالوا لي أيها الحقير هل تريد الالتحاق بالنظام؟ ولأن الحقيقة أشرق نورها من حلب على العيون التي تهوى الظلام فقد كان لابد من العمل سريعا من قبل الميديا الغربية على حجبها وتشويهها وإن بغباء وضحالة فها هي قناة السي أن أن ترتقي إلى ذروة السقوط حين تحرف بالترجمة شهادة لطفل التقته بعدما خرج من الأحياء الشرقية في حلب ولجأ مع أهله إلى الجيش العربي السوري بعدما عانوا الجوع والحرمان تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية حيث قامت القناة بإضافة عبارة لم يقلها الطفل أساسا خفنا موت من الجوع وهنا إعادة للمقطع الذي يقول فيه الطفل ويؤكد المفرد مرتين خفنا أن نموت من الجوع خفنا موت من الجوع لتدس السي أن أن بشكل خبيث وموجه عبارة لقد خفنا أيضا بسبب تساقط القذائف الثقيلة هذا التحول إلى الكذب الغبي عبر تحريف الترجمة لم يكن حكرا على القناة الأمريكية الراعية لداعش والنصرة ثوارا معتدلين في سوريا فقد قامت وكالة الصحافة الفرنسية آف بي قبل أيام أيضا بترجمة عبارة النظام الكافر بالنظام غير الموثوق إمعانا في إسباغ صفة الاعتدال على الجماعات الإرهابية ذات العقيدة الوهابية التكفيرية مئة تكرار للكذبة تصنع حقيقة هو الشعار الذي أرساه المؤسسون الأوائل حين وضعوا فلسفة الدعاية الغربية لكن ما فات تلاميذهم الفاشلين هو أن في سوريا سيفا يحمي الحق والحقيقة ينتضيه رجال هم أحفاد من سد الثغور في حلب ترجمة نانسي قنقر